هذه أبرز العناوين مدرب فيورينتين الإيطاري يحسم في مستقبل سفيان أمرابط بعد عودته إلى الفريق بعد تلقيه عرض عالمي العين الإماراتي يحسم في رحيل سفيان رحيمي كردادي تعتدر من الجمهور المغربي وتكشف ما حدث معها قبل الماراثون زكريا الوحدي يتلقى مع فريق جينيك وينقضهم من الخسارة مباشرة بعد عودته من الأولمبياد أرب المدير الفني لنادي فيورينتين الإيطالي رافايلي ألدينو عن إعجابه الكبير باللاعب الدولي المغربي سفيان أمرابط مؤكدا على القدرات الكبيرة التي يمتلكها هذا اللاعب الشاب وفي تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية أشاد بالدينو بالعلاقة المميزة التي تربطه بأمرابط مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم معرفته الشخصية باللاعب من قبل إلا أنه استطاع أن يبني معه علاقة قوية ومثيرة وأكد المدرب الإيطالي أن سفيان أمرابط أثبت جدارته باللاعب في صفوف فيورينتين حيث يظهر حماسا كبيرا في التدريبات والمباريات وذلك رغم كل الشائعات التي تتحدث عن إمكانية رحيله عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية واختتم مدرب فيورينتين الإيطالي تصريحاته بالتأكيد على سعادته بوجود أمرابط ضمن صفوف فريقه معبرا عن أمله في أن يستمر اللاعب المغربي في تقديم الآداء المميز الذي عود به الجماهير وأن يظل جزءا لا يتجزأ من تشكيلة الفريق خلال الموسم الكروي الجديد أكد محمد المحمود عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي لكرة القدم تمسك ناديه بخدمات النجم الدولي المغربي سوفيان رحمي وذلك في ظل الشائعات التي تتحدث عن تلقي اللاعب عروضا مغرية من أندية أخرى جاء تأكيد المحمود على استمرار رحمي مع العين خلال تصريحات صحفية أدلا بها على هامش المباراة الودية التي جمعت بين فريقه ورجاء الرياضي حيث أكد أن رحمي أصبح جزءا لا يتجزأ من نادي العين ومدينة العين وأن العلاقة التي تربطه بالنادي والجماهير تتجاوز حدود كرة القدم وأضاف المحمود أن إدارة العين الإماراتي لن تنظر إلى أي عروض قد تصل لضم رحمي وأن اللاعب على علم تام برغبة النادي في الاحتفاظ بخدماته في سياق متصل يستعد نادي العين للمشاركة في العديد من البطولات الهمة خلال الموسم الجديد حيث سيبدأ مشواره في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في مواجهة نادي كلباء في الثامن عشر من غش الجاري ثم ينتقل بعد ذلك للمنافسة على لقب دور أدنوك للمحترفين حيث سيواجه نادي خورفاكان في الجولة الأولى وحضر سفيان رحمي للمباراة الودية التي جمعت بين نادي العين والرجاء الرياضي وذلك لدعم فريقه الحالي ومتابعة زملائه اللاعبين وقد انتهت المباراة بالتعدل السلبي بين الفريقين ختاما يؤكد تصريح عضو مجلس إدارة نادي العين على أهمية اللاعب سفيان رحمي بالنسبة للنادي وأن الإدارة عازمة على الاحتفاظ بخدماته في المواسم المقبلة يعتدرت العداء المغربية فاطم الزهراء كردادي من الجمهور المغربي بعدما أنهت سباق الماراثون في المركز الحادي عشر سباح الأحد بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس الفين ورابع وعشرين وقالت كردادي في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسمحوا لي كنت أريد إهداء بلدي ميدالية أولمبية لكن فوق طاقتك لا تلام وأضافت كردادي لن أبرز شيئا ولكن الله يعلم ما حدث معي قبل الماراثون عانيت من الإصابة والمرض وأمور أخرى صعبة في آخر أسبوع من الاستعداد واختتمت كردادي بالقول كل من شجعني وتمنى لي التوفيق أشكره على مشاعره وأعتذر مجددا وأنهت كردادي سباق الماراثون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس الفين ورابع وعشرين في المركز الحادي عشر رغم معاناتها من المرض يوم السباق واحتلت كردادي المركز الحادي عشر في سباق الماراثون صباح يوم الأحد بتوقيت دقيقتين وستة وعشرين تانية وثلاثين جزءا من المئة فيما احتلت مواطنتها كوتر فركوسي المركز الثاسع والثلاثين بتوقيت دقيقتين وواحد وثلاثين تانية واثنان وأربعين جزء بالمئة بينما لم تكمل رحمة طاهيري السباق وعلمت سبورت من مصدر مطلع أن كردادي صاحبت برونزية بطولة العالم خاضت سباق الماراثون وهي تعاني من المرض حيث أصيبت بنزلة برد قبل السباق بساعات مع ارتفاع درجة حرارة جسمها لايب نادي جينيك البلجيكي زكريا الوحدي هو بكل تأكيد اكتشاف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 بامتياز لأنه لاعب بمواصفات عالمية لاعب جوكس نادي في كرة القدم صحيح أنه يميل للجهة اليمنى أكثر منها إلى اليسرى لكن إكرهات وعوائق الاختيارات حتمت عليه الظهور في الجهة اليسرى ورغم ذلك قدم نفسه كواحد من الأسماء القادمة بقوة في عالم الكرة وبدون أي سابق اندار زكريا الوحدي خريج المدرسة البلجيكية من فريق الضل إلى نادي مولبيك البلجيكي ومنه تم استياد هذا الطائر الناذر إبان فترة الإطار عصام الشرعي وخلال هذا العام بصم على حضور قوي رفقة زميله بلال الخنوس مع جينيك البلجيكي وهو ما جرى عليه عروضا قوية خاصة من بلفيك البرتغالي عدة مصادر تقول أن تواجده بهذا الفريق البرتغالي الكبير مسألة وقت فقط خصوصا وأنه كان قريبا منه قبل الأولمبياد لكن جزيئات صغيرة أجلت موضوع الانتقال إلى ما بعد الأولمبياد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر